اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية سرطان المهبل مقدمة المهبل هو قناة عضلية تسير من الرحم الى خارج الجسم يطلق على السرطان الذي يبدأ في المهبل اسم السرطان المهبلي او سرطان المهبل وهو نوع ناذر من السرطان كلما اكتشف السرطان المهبلي وعولج بشكل ابكر كلما زادت فرص ان تكون المعالجة ناجحة يمكن شفاء هذا النوع من السرطان غالبا في مراحله الباكرة سيساعدك هذا البرنامج على تكوين فهم افضل عن السرطان المهبلي كما يتحدث عن الخيارات العلاجية المتوفرة الجهاز التناسلي الانثوي المهبل هو جزء من الجهاز التناسلي عند المرأة يتألف الجهاز التناسلي من اعضاء تساهم في انجاب الاطفال يستعرض هذا القسم بنية ووظيفة تلك الاعضاء تشتمل الاعضاء التناسلي الانثوي على ما يلي المبيضان البوقان الرحميان او قناتا فالوب الرحم عنق الرحم المهبل توجد الاعضاء التناسلي الانثوية في الحوض بين المثانة والمستقيم عندما يطلق المبيض بيضة تنزل البيضة الى الراحم عبر البوق وقد تتلقح في طريقها اذا حملت المرأة يبقى الجنين في الرحم حتى الولادة والرحم قادر على التمدد كثيرا يطلق على البطانة الداخلية للرحم اسم بطانة الرحم وتنمو تلك البطانة وتزداد سماكة في كل شهر تحضيرا للحمل واذا لم تحمل المرأة فان بطانة الرحم تخرج من الجسم ويسمى ذلك بالدورات الطمثية تصبح الدورات غير منتظمة مع اقتراب الاياس لتتوقف في نهاية الامر يحدث الاياس او السن اليأس عندما يتوقف المبيض عن صنع الهرمونات واطلاق البيض عنق الرحم هو الجزء الضيق السفلي من الرحم وهو الممر الى المهبل ينفتح المهبل الى خارج الجسم بين الاحليل والشرج الفرج هو العضو الجنسي الانثوي الطاهر ويتألف من الاشفار المهبلية البضر فوهتي المهبل والاحليل السرطان المهبلي يتألك الجسم من خلايا صغيرة جدا تنمو الخلايا السوية في الجسم وتموت بطريقة مطبوطة تظل الخلايا تنقسم وتنمو في بعض الاحيان بطريقة غير مطبوطة ويتسبب ذلك بنمو شاذ يدعى الورم يسمى الورم اذا كان لا يغزو الانسجة واجساء الجسم المجاورة بالورم الحميد ويطلق عليه ايضا اسم نمو غير سرطاني الاورام الحميدة غير مهددة للحياة عادة يسمى الورم ان كان يغزو الانسجة واجساء الجسم المجاورة بالورم الخبيب او السرطان تنتشر الخلايا السرطانية الى اجزاء مختلفة من الجسم عبر الاوعية الدموية والقنوات اللمفية اللمف هو وسائل رائق يصنعه الجسم وهو ينزح الفضلات من الخلايا وينتقل من خلال اوعية خاصة وبنى لها شكل حبة الفاصلياء تسمى بالعقد اللمفية يعرف السرطان الذي ينتقل من احد الانسجة الى اجزاء جسمية اخرى باسم السرطان النقلي فمثلا قد ينمو ورم مهبلي ما من خلال الطبقة الخارجية لجدار المهبل من ثم يمكن ان ينتشر في الانسجة المجاورة مع مرور الوقت تعطى السرطانات في الجسم اسماء بحسب المكان الذي يبدأ منه السرطان يسمى السرطان الذي يبدأ في المهبل بالسرطان المهبلي على الدوام حتى ولو انتشر لاماكن اخرى يوجد نوعان رئيسيان للسرطان المهبلي اولا سرطان الخلايا الحرشفية يبدأ هذا السرطان في الخلايا الرقيقة المسطحة التي تبطن المهبل انه ينتشر ببطء وهو النوع الاكثر شيوعا من السرطان المهبلي ثانيا السرطانة الغدية يبدأ هذا السرطان في الغدد المبطن للمهبل وهو يصيب الخلايا التي تصنع السوائل وتحررها مثل المخاط واحتمال انتشار هذا السرطان اعلى برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية عوامل الخطورة يكون من المستحيل تحديد سبب السرطان عند فرد ما عادة لكننا نعرف ما سبب السرطان عموما ويعرف مقدم الرعاية الصحية كذلك عواملا قد تزيد فرص الإصابة بالسرطان وتعرف تلك العوامل باسم عوامل الخطورة الشيخوخة هي أحد عوامل خطورة السرطان المهبلي فالسرطان المهبلي أثر شيوعا بين النساء بعمر ستين أو أثر كما يزداد احتمال الإصابة بالسرطان المهبلي في حال الإصابة بعدوى فيروس الورم الفليني البشري أو في حال كانت أم المصابقة تناولت تنائي إيثيل ستيل بسترول عندما كانت حاملا بها تجتمل عوامل الخطورة الأخرى للإصابة بالسرطان المهبلي على تغيرات معينة في الأعضاء التناسلية الأنثوية مثل إصابة بأحد التالي سوابق خلايا شاذة في عنق الرحم أو الرحم سوابق سرطان في عنق الرحم أو الرحم استئصال الرحم لن تصاب جميع من لديهن عوامل خطورة السرطان المهبلي بسرطان المهبل ويبقى عند من ليس لديهن عوامل خطورة السرطان المهبلي فرصة للإصابة به الأعراض لا يتسبب السرطان المهبلي غالبا بأعراض باكرة ويمكن اكتشافه في أثناء إجراء فحص حوضي روتيني واختباري بابا نيكولاو قد تتضمن أعراض السرطان المهبلي الشائعة لظهورها ما يلي كتلة في المهبل نسف أو مفرزات غير مرتبطان بالدورة التمطيع ألم في منطقة الحوض كما يمكن أن تشمل أعراض السرطان المهبلي قد لا تحدث تلك الأعراض بسبب السرطان المهبلي ولذلك يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة سبب الأعراض تكمن أفضل طريقة لعلاج السرطان المهبلي في اكتشافه باكرا جدا يمكن في بعض الأحيان اكتشاف هذا النوع من السرطان حتى قبل أن يتسبب بأعراض سوف يحاول مقدم الرعاية الصحية في حال وجود أعراض السرطان المهبلي اكتشاف فيما إذا كان السرطان المهبلي هو سبب الأعراض قد يكون هناك أسباب أخرى سوف يسأل مقدم الرعاية الصحية عن التاريخ الطبي العائلي بالإضافة للتاريخ الطبي الشخصي وسيجري فحصا جسديا سوف يتضمن الفحص الجسدي فحصا حوضيا يتحقق الفحص الحوضي من وجود كتل في المهبلي أو تغيرات فيه كما يتحقق من الرحم وعنق الرحم والبوقين والمبيضين والمستقيم تحسن عن أيات تغيرات كما يمكن إجراء اختبار بابا نيكولاو خلال الفحص الحوضي يجمع اختبار بابا نيكولاو عينة خلايا من عنق الرحم والمهبل لفحصها بحثا عن أي شدودات حيث يمكن أن تظهر التغيرات الخلوية الباكرة التي قد تصبح سرطانا ويمكن كذلك إجراء اختبار اسمه تنظير المهبل لتشخيص السرطان المهبلي يستخدم التنظير المهبلي أداة مكبرة مزودة بضوء لفحص المهبل وعنق الرحيم ويجعل هذا رؤية نسيج أسهل يمكن في أثناء تنظير المهبل أخذ عينات نسيجية باستخدام أداة لها شكل ملعقة اسمها مكشطة ويطلق على سحب خلايا أو نسيج من المهبل وعنق الرحم اسمه الخزعة والخزعة هي الطريقة الأكيدة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان هناك خلايا سرطانية سيقوم مقدم الرعاية الصحية بتحديد مرحلة السرطان المهبلي في حال الإصابة به تحديد مرحلة السرطان هي محاولة لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر وإلى أي أجزاء من الجسم في حال انتشاره توصف المراحل عادة باستخدام الأرقام من 1 إلى 4 يشير الرقم الأصغر لمرحلة أبكر تحديد مرحلة السرطان مفيد في تحديد أفضل مقرر علاجي يرغب مقدم الرعاية الطبية في حال تحديد مرحلة السرطان المهبلي معرفة ما إذا كان الورم قد غز النسوج خارج المهبل ما إذا كان الورم قد انتشر ولأي أجزاء من الجسم في حال انتشاره يستطيع السرطان المهبلي في حال انتشاره للعقد اللنفية الناحية أن ينتشر لمناطق أخرى من الجسم ينتشر السرطان المهبلي في المقام الأول إلى الأنسجة المجاورة في الحوض والمثانة والمستقيم كما أنه قد ينتشر إلى العظام أو الرئتين يمكن إجراء فحوص تصويرية لمعرفة فيما إذا كان السرطان المهبلي قد انتشر لإلساء أخرى من الجسم قد تتضمن تلك الفحوص التصوير السيني للصدر أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير برانين المغناطيسي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني هو فحص تصوير آخر يستطيع أن يضخير ما إذا كان السرطان المهبلي قد انتشر لأماكن أخرى في الجسم وللقيام بهذا الفحص يحقن المريض بكمية صغيرة وآمنة من سكر نشيط إشعاعيا يلتقط التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني صورا لأماكن في الجسم انتصة السكر تظهر الخلايا السرطانية بلون أفتح لأنها تستخدم السكر بشكل أسرع من الخلايا الطبيعية تستخدم فحص أخرى يمكن إجراؤها أنابيب نحيلة وطويلة اسمها المناظير للنظر داخل أماكن معينة من الجسم ومن الأمثلة عليها تنظير المثانة وهو ينظر داخل المثانة والإحليل تنظير الحالب وهو ينظر داخل الحالبين تنظير المستقيم وهو ينظر داخل المستقيم كما يمكن إجراء خزعات خلال تلك الفحوص يمكن أيضا استخدام خزعة عنق الراحم أو الفرج لتحديد مرحلة السرطان المهبل وقد تظهر العينات النسيجية ما إذا كان السرطان قد انتشر في تلك المناطق العلاج والعناية الداعمة يعتقد نوع العلاج المستخدم على حجم وموضع الورم مرحلة المرض صحة المريض العام قد يتضمن علاج السرطان المهبلي الجراحة أو المعالج الشعاعية أو المعالج الكيميائية وقد تستخدم توليفة من تلك العلاجات تعتمد جراحة السرطان المهبلي على مكان وجود السرطان ولأي حد انتشر قد يستأصل الجراح الورم فقط أو كل المهبل فقط أو جزءا منه كما قد يستأصل الرحم وعنق الرحم والمبيضين والبوقين تستخدم المعالجة الشعاعية أشعة مرتفعة الطاقة لقتل الخلايا السرطانية كما تمنع الخلايا السرطانية من النمو والانتشار تأتي الأشعة الخارجية من آلة تصدر أشعة لمنطقة محددة من الجسم يستخدم الإشعاع الداخلي مادة نشيطة شعاعيا توضع في إبر أو بذور أو أسلاك أو قطاطير توضع تلك الأجسام مباشرة داخل السرطان أو جواره تعتمد طريقة إعطاء المعالج الشعاعية على نوع مرحلة السرطان المعالج المعالجة الكيميائية هي استخدام أدوية لقتل الخلايا السرطانية وتعطى المعالجة الكيميائية عادة في مجرى الدم من خلال الوريد أو تعطى فمويا لعلاج السرطان المهبلي يمكن تطبيق المعالجة الشعاعية والمعالجة الكيميائية معا لعلاج السرطان المهبلي إلا أنه يمكن أيضا استخدام تلك العلاجات وحدها أو قبل الجراحة أو بعدها كما قد تتوافر تجارب سريرية للمريضات المصابات بالسرطان المهبلي تختفر التجارب السريرية طرقاً وعلاجات طبية جديدة قد يؤدي السرطان المهبلي وعلاجاته إلى مشاكل صحية أخرى ولذلك من المهم الحصول على عناية داعمة قبل علاج السرطان وفي أثنائه وبعده العناية الداعمة هي معالجة لما يلي ضبط الأعراض تخفيف الآثار الجانبية للعلاج المساعدة على التعامل مع الانفعالات كما تتعامل العناية الداعمة مع الألم المصاحب للسرطان وعلاجاته قد يشير مقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي ضبط الألم إلى طرق لتسكين الألم أو تقليل إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة المهبل هو قناة عضلي تسير من الرحم إلى خارج الجسم يطلق على السرطان الذي يبدأ في المهبل اسم السرطان المهبلي ونوع السرطان هذا نادر كلما اكتشف السرطان المهبلي وعولج بشكل أبكر زادت فرص أن تكون المعالجة ناجحة يمكن الشفاء هذا النوع من السرطان غالبا في مراحله الباكرة تتضمن الخيارات العلاجية للسرطان المهبلي عادة الجراحة أو المعالجة الشعاعية أو المعالجة الكيميائية وقد تستخدم توليفة من تلك العلاجات السرطان المهبلي أكثر قابلية للعلاج في مراحله الباكرة لقد توصل الباحثون فعلا لتقدم ساعد المريضات على العيش لفترة أطول وهم يواصلون البحث عن طرق أفضل لرعاية المصابات بالسرطان المهبلي شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين ترجمة نانسي قنقر